افادت مصادر بان عمليات تعويم السفينة افر جيفن نجحت بعد حوالي اسبوع من اغلاقها قناة السويس واوضحت ان فرق الانقاذ نجحت بتحيير السفينة العملاقة بحسب ما افاد مزود الخدمات البحرية انشكيب وذلك بعد اسبوع تقريبا من جنوحها في احد اهم المسارات التجارية في العالم اجرى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وافادت وكالة الانباء السعودية بان ولي العهد السعودي استعرض خلال الاتصال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الاوسط الاخضر وما تضمنته من اهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية الى جانب وضع خارطة طريق اقليمية طموحة تشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية قد اعرب امير دولة قطر عن تقديره لهذه المبادرة ودعم بلاده لكل الجهود التي تحقق اهدفها اشتركوا في القناة